أزمة الطاقة التي تفقل كاهل الدول الأوروبية تدفعها للبحث عن حلول في كل مكان وإلى جانب الإجراءات التي تعمد الدول مجتمعة وبشكل أيضا فراد لاتخاذها بهدف التقليل من استغلال بل استهلاك الطاقة وإدارة الأزمة بأقل أضرار ممكنة يكثف المسؤولون الأوروبيون تحركاتهم شرقا وغربا بحثا عن بدائل للغاز الروسي خوفا من شتاء لا يبدو أنه سيمر دافئا على الأوروبيين من مسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز تعاون مع إسرائيل ومصر في مجال الطاقة إلى زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكون للجزائر والجولة الخالجية للمستشار الألماني أولاف شولس وسواها كلها تحركات تأتي في إطار البحث عن شراكات لحل تفاقم أزمة الغاز السؤال هل تتوصل المساعي والتحركات الأوروبية إلى التعويض نقص إمدادات الغاز من روسيا وربما توقفها وما هي البدائل الممكنة أمام الدول الأوروبية ضيفانا في هذا الحوار من باريس الخبير في الشؤون السياسية والأمنية دكتور بيير باغتلو ومن مدينة دالاس بولاية تكساس الخبير الدولي في شؤون الطاقة أنس الحجي أهلا بكم معنا الليلة إلى هذا الحوار من غرفة الأخبار دكتور بيير أين وصلت أوروبا في رحلة البحث عن البدائل؟ سؤال نطرحه صرنا فترة طويلة الدول الأوروبية تحركت في كل الاتجاهات كما أشرت في هذه المقدمة وحصلت في بعض الأحيان على وعود هل تخولها اليوم تخطي هذه الأزمة الخطرة التي تعيشها؟ شكرا جزيلا لأنك ذكرت بأن هناك جهود حسيثة قد تشبه بنهاية المطاف الاستعجال وما من استراتيجية قديمة في هذا الإطار وهذا ما يثير القلق وكما ذكرت وانتي محقا هناك وعود وهذه الوعود هي فقط وعود ولا ندري ما مداها وإطارها الزمني كل هذه الأمور ضرورية ولكن يبدو لي أن كل هذه الأمور تأتي بطريقة عفوية وفي هذا الإطار قد تأتي النتائج بعد بضعة أعوام ولكن من أجل أن نجد وفرة من الطاقة وكميات كافية من الطاقة وبسعر إذا كان ذلك ممكنا بأسعار معقولة أنا لست متأكدا جدا وواثقا من أننا سنتمكن من الوصول إلى هذه الحلول في الأشهر المقبلة وأتوقع أن نوجه صدمة قد تود بنا إلى ركود مثير للقلق في أوروبا وهذه الانشغالات كما ذكرتم مثلا عمليات توتال الفرنسية في إطار الاتفاق الذي تم توقيع معه في قطر من أجل استكشاف حق لغاز هذه خطوة وتكلمنا عن سيدة بورن الوزيرة التي سوف تذهب إلى الجزائر وكما ذكرت السيد ماكرون ذهب أيضا إلى الجزائر ولكن لم يكن هناك أي وعود أكيدة هي إطاليا التي حصلت على وعود من الجزائر قد تكون أكثر أكيدة أكثر وطبعا هناك الكثير من الأمثلة مثل المحاولات في الشرق الأوسط مثلا مع إسرائيل ومع مصر ولكن هنا أيضا وكما تعلمين هناك مشكلة لأن مثاليا هذه المصادر يجب أن تصل إلى أوروبا من خلال أنابيب مثلا عبر البحر ولكن حاليا لا طريقة لإيصالها إلا من خلال قبرص وهنا سمت معارضة تركيا بهذا الإطار لأن هناك أزمة تركيا قبرصية كما تعلمون والتالي أنا لست متفائلا كثيرا فيما يتعلق باحتمال أن نجد هذه المصادر بطريقة جيدة وبأسعار جيدة ربما قد نضطر لذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد يجيب عن هذا السؤال الضيف من دلس ولكن أعتقد أن مثلا الغاز المسلس سيكون ملوثا وسيكون بأسعار غالية كثيرة هي المعوقات دكتور بياخ سنعود إليها للحديث في هذا الإطار والبعض يقول لكل هذه الأسباب انتقادات عدة توجه للجانب الأوروبي بأنه تأخر في اتخاذ هذه الخطوة اليوم كما ذكرت لنا دكتور بياخ موجود معنا الليلة الأستاذ أنس الحجي من دلس ليضعنا في يمكن تصور المرحلة المقبلة ما الذي ننتظره هل ذهبت أستاذ أنس بعد التحية الدول الأوروبية للخيار الصح اليوم تبحث عن شركات جديدة تذهب إلى منطقة الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا للبحث عن هذا الغاز لسيما دول الخليج العربي كيف تبدو لكم بداية هذه الخطوة وإمكانية نجاحها شكرا لك أتفق تماما مع ضيفك الدكتور بيير في الكلام الذي قاله وأود أن أضيف أن زيارة الزعماء الأوروبيين إلى دول الخليج تعكس أمر آخر للأزمة أو شق آخر للأزمة أنهم يدركون أن جزء كبير من الأزمة لا علاقة له بروسيا وأوكرانيا هناك جزء كبير من الأزمة له علاقة بأوروبا نفسها خاصة أن أزمة الطاقة الأوروبية بدأت قبل الأزمة الأوكرانية بعدة شهور وموجة الجفاف الآن في أوروبا تؤدي إلى أن الأزمة تصبح أكثر قساوة عليهم وأنها قد تمتد إلى عدة سنوات حتى لو انسحبت روسيا غدا من أوروبا وتم رفع العقوبات عن روسيا المشكلة أوروبا مشكلة عميقة جدا وكما قال ضيفك الأمر يحتاج فعلا إلى وقت طويل ويحتاج إلى سنوات وهذه الاتفاقات التي يقومون بها مع دول الخليج يدركون طبعا حاولت ألمانيا مثلا تتعامل مع قطر ولكن رفضت رفضت توقيع عقود طويلة المدى لماذا؟ لأن سياساتهم مجرد خاطئة حتى الآن هل تدفع أوروبا برأيكم أستاذ أنا استمن عدم تنويع اليوم لمصادر الطاقة يعني الاستراتيجيات التي اعتمدتها طوال فترة ماضية بنيت على تباعيات معينة وبالتالي اليوم انتقاد كبيري وجه لها لماذا لا توسع وتنوع مصادر الطاقة لديها هل تدفع القراءة الأوروبية ثمن برأيكم؟ عندما ندرس اقتصاديات الطاقة للطلاب في الجامعات ندرس لهم أساسيات أمن الطاقة ومن أساسيات أمن الطاقة تنويع مصادر الطاقة وتنويع الواردات وهم تجاوزوا حتى ما يتعلمه الناس في الجامعات يعني كان الخطأ كبير جدا لأنهم تجاوزوا أساسيات أمن الطاقة هم دفعوا الثمن وسيستمرون في دفع الثمن ولكن الخطوات التي قاموا بها مؤخرا منعت حدوث كارثة وحولت الكارثة إلى أزمة يعني الأمر تحسن من كارثة إلى أزمة لكن تبقى أزمة دكتور بيير لماذا تأخرت الدول الأوروبية في تنويع مصادر امدادات الطاقة؟ البعض يقول أن هذه الأزمة كانت متوقعة استمعتم إلى الأستاذ أنص يقول أنه قبل الحرب كانت أسعار الطاقة بالفعل في ارتفاع هيكل بسبب التحول بميدان الطاقة والدور المحوري للغاز وحتى ارتفاع الدولار فبالتالي نتساءل معك الليلة ألم تكن هذه الأزمة متوقعة؟ طبعا أزمة أوكرانيا والحرب في أوكرانيا فاقمت من هذه الأزمة التي كانت موجودة بالفعل بالنسبة لمصادر الطاقة في أوروبا وأعتقد أن المشكلة إيديولوجية في الواقع بالنسبة لهذه الأزمة نقطة الانطلاق كانت تراجع الطاقة النووية كما تعلمون الطاقة النووية لديها سيئتها وحسناتها وفرنسا تعد رائدة في مجال هذه التكنولوجيا حتى لو كانت متأخرة هذه التكنولوجيا في دول أخرى أعتقد أن هذا المصدر من الطاقة يعد نظيفا نوعا ما وما إن يتم وضع المراكز اللازمة لهذه التكنولوجيا فالسعار ستكون بمتناول الجميع ولكن الخطأ هي أن فرنسا التي بدأت بخفض الطاقة النووية ليست ضعيفة فيما يتعلق بالأزمات المناخية مثلا التي قد تنتج عن هذه التكنولوجيا مثل مثلا الصدمات المعسكرية المحتملة أو البراكين المحتملة ولكن الخضر كانوا يشكلون قوة سياسية على الهمش كانوا في اليسار في السبعينيات والثمانينيات وبعدها أصبحوا في قوة تعد قوية بدءا من التسعينيات رأينا أشخاص مثل وزراء خارجية من الخضر يتسلمون مناصب وطبعا هؤلاء الأشخاص هم ضد هذه التكنولوجيا تكنولوجيا الطاقة النووية نتساءل لماذا؟ لأن ألمانيا لم تعد في منطقة نزاع مدن نهاية الحرب الباردة وما من خطورة إذا استخدام هذه التكنولوجيا ولكننا تخلينا عن هذه التكنولوجيا الخضراء وذهبنا نحو إيديولوجيا جديدة وهي إيديولوجيا طاقة المتجددة التي كان من المفروض أن تعود عن الطاقة النووية مثل مثلا طاقة الرياح والطاقة الشرمسية لكن المشكلة في هذه المنصادر المتجددة هي أنها لا يمكن أن تذهب بطريقة سريعة وهنا نقطة ضعفها وبالتالي لن تستطيع أن تستبدل أو تحل محل المصادر الطاقة الملوثة مثل البترول أو النفط والغاز والفحم الحجري وهذا واقع يجب أن نتقبله وكل هذا كان وهما كانت إيديولوجيا وهمية حيث كان من المفترض أن نستبدل هذه المصادر الطاقة الملوثة أو التي لديها الصيد بأنها خطيرة بالمصادر الطاقة النظيفة وأن كل الأمور سوف تكون على ما يرام ومصار التحول دكتور بياء أعذرني على المقاطعة لكن تبقى لنا القليل من الوقت لهذا الحوار وحتى هذا التحول بات يمكن من الصعب أن يحصل في فترة قصيرة الآن في ظل ما يشهده العالم من تطورات وفي ظل هذه الأزمات الاقتصادية أجمة أستاذ أنس الحجي تحديدا في موضوعنا الليلة ما هي الأسباب اليوم التي تمنع دول المنطقة من تأمين البدائل لأوروبا؟ أشرتم في بداية حديثكم إلى أن الأمر ليس بالأمر السهل وسيحتاج لسنوات طويلة حتى يتحقق اسمحي لي في البداية أن أجيب إجابة تتعلق بالسؤال السابق عندما حصلت أزمة الطاقة في عام 73 بعد المقاطعة النفطية وهاج العالم كله وهاج العالم الغربي وحاول التخلص من الوقود الإحفوري كانت نسبة الوقود الإحفوري في ذلك الوقت من إجمال استهلاك الطاقة 87% الآن بعد 50 سنة بعد انفاق تريليونات من الدولارات للتخلص أو للتخفيف من الوقود الإحفوري نسبة اعتماد العالم على الوقود الإحفوري الآن 82% أكثر 5% خلال 50 سنة مشكلة أوروبا أنهم يرودون التخفيف 50% خلال 5 سنوات وهذا لا يمكن الآن نعود للسؤال الذي سألتي بالنسبة لدول المنطقة بشكل عام ليس هناك كميات إضافية خاصة بالنسبة للغاز ليس هناك كميات إضافية من الغاز في أي مكان ويريدون التعويض عن الغاز الروسي كل ما يمكن عمله هو تغيير اتجاهات التجارة العالمية في الغاز فقط ولكن ليس هناك كميات إضافية لحتى نجلب كميات إضافية إلى السوق نحتاج عدة سنوات ولذلك الآن هناك مشكلة المشكلة الأخرى أن المحللين لم ينتبهوا حتى السياسيين لم ينتبهوا إلى أمر آخر أن كل الجهود لزيادة الإنتاج الجزائري وتصدير الجزائر كل الجهود لجلب الغاز النيجيري عبر أنبوب عبر الجزائر أو المغرب أو الإضافات الأخرى التي ستأتي من أماكن أخرى مما فيها الولايات المتحدة لا تكاد تكفي حتى للزيادة في الطلب على الغاز خلال السنوات القادمة وبالتالي لا يستطيعون التخلص من الغاز الروسي على كل الحالات هي ليست بدائل للغاز الروسي بسبب الزيادة المستمرة في الطلب على الغاز ماذا عن البناء التحتية أستاذ أناسي؟ قرأنا الكثير من التقارير لتشير أنه حتى البناء التحتية يمكن الموجودة حاليا لا تسمح بزيادة الإنتاج حتى بالضبط لذلك الأمر يحتاج إلى عدة سنوات ولكن حتى بعد عدة سنوات لن تحل مشكلة الغاز الروسي لأن البنية التحتية واستيراد الغاز من دول أخرى نعم ستخفف قليلا من الاعتماد على روسيا ولكن الزيادة الجديدة في الطلب على الغاز ستأخذ أغلب الزيادات بطبيعة الحال عامل الغاز بإمكانه أن يشكل منطلقا لدور مهم في العلاقات ما بين الجانبين هذا السؤال سأعود إليه إن سمح الوقت أستاذ أنس في سياق الحوار دكتور بيار استمعت إلى أستاذ أنس كثيرة هي المعوقات كثيرة هي التحديات التي تقف في وجه ما تريده القرى الأوروبية اليوم من أبرز هذه التحديات أيضا إمكانية أن ينقل هذا الغاز عبر شحنات من آسيا إلى أوروبا لأن التكلفة أيضا ستكون باهضة هل وضعت أوروبا دكتور بيار كل ذلك في حساباتها؟ كلا بطبيعة الحال أنا أعتقد أن أوروبا لم تأخذ ذلك في الحسبان والخبر السيء هو أنه حاليا مثلا هذه الطاقة سوف نشتريها بعملة الدولار ولن نشتريها بعملة اليورو على الأرجح وهذا سوف يكلفنا أكثر بما أن قيمة الدولار يبدو أنها تجاوزت قيمة اليورو وهذه إحدى التبعات التي لم نكن نتوقعها في السابق وأنا أخشى أنه بما أن مصادر الطاقة سوف تكون غالية بالنسبة للمستهلكين وبالنسبة أيضا للنقل بل أيضا بالنسبة للإنتاج وبالتالي الخشية هي أن الكثير من المصانع في أوروبا سوف تواجه صدمة إنتاج وعدد من المصانع ربما قد تتوقف عن العمل حتى لو كان ذلك مؤقتا والسؤال هي هل هذه المصانع سوف تنتقل إلى دول أخرى إلى آسيا مثلا وهل ستعود يوما ما إلى أوروبا وسيكون الأمر متأخرا إذن نحن نرى هذه المشكلة ولكن نرى ضيورة الإنتاج المحلي ولذلك يجب أن يكون هناك أسعار مقبولة وكان هذا ما يراهن عليه الألمان وأيضا بالنسبة لغاسبروم الروسية إذن نحن في وضع دقيق ومعقد للغاية ونحن لا نتكلم فقط عن التبعات الاقتصادية بل أيضا التبعات السياسية لأن هناك توجهات شعبوية سوف تكون مع روسيا بسبب هذه الأزمة وهذا ما يعول عليه ربما السيد بوتين إذن نحن نرى تغيرات كثيرة والمشكلة هي في الاستثمار الطويل الأمد وعندما ذكرتم مثلا مسألة الغاز الطبيعي المسال الذي قد يأتي من المتحدة الأمريكية فيجب هناك تأمين السفن والمرافع المناسبة لاستقبال هذا الغاز ونحن لا نملك ما يكفي منها والأسيام أيضا في ألمانيا في الواقع الاستثمار في الطاقة هو المشكلة الأساسية وهي مشكلة أو هو أمر يتم على المدى البعيد ونحن لا ندري كيف سنقوم بذلك في غضون ستة أشهر أو عاما كيف نقوم بتدريب المهندسين وخلق الاستثمارات نحن نتصرف بطريقة مستعجلة ورأينا أن باريس ربما قد تنهار اقتصاديا وقد نرى أن وزير سيد برينولو مير قال أننا سوف نهدم الاقتصاد الروسي ولكن الأمر لم يحدث والآن هذا الواقع هو أمامنا هو أن الأمل التي كانت بالنسبة لإنهيار روسيا الآن سوف تأتي تنعكس على الأوروبيين لأننا لا نملك المال بعد الآن وبالتالي نحن خسرنا هذا الرهان هذه هي الحقيقة دكتور بياري التي أشرت إليها وتحدثتم بشكل أساسي عن التبعات الاقتصادية والتبعات السياسية سأختم بهذا السؤال وصد أنس كيف يمكن أن تؤثر أي شركات جديدة مع أوروبا بين دول المنطقة وأوروبا على الشركات الاستراتيجية التي تربط دول المنطقة بقوى عالمية أخرى مثلا قصين وبالتالي هنا يبقى التساؤل هل يمكن لهذه الشركات القديمة أن تتأثر أن تتراجع أن تنتكس مثلا طبعا أعرف أن الوقت ضخ علينا بشكل كبير ولكن أنا لي مقال طويل يناقش موضوع اعتماد أوروبا على الغاز الأمريكي هناك تسع مشاكل أساسية الخطأ الأوروبي الكبير هو زيادة الاعتماد على الغاز الأمريكي لماذا؟ لأن الغاز الأمريكي عنده تسع مشاكل غير موجودة في الغاز الروسي أهم مشكلة نراها الآن خلال الأسبوع أو الأيام القادمة كل الغاز المسالي الأمريكي المصدر إلى أوروبا يصدر من خليج المكسيك وهناك أعاصير قادمة الآن إلى خليج المكسيك ستوقف كل الشحنات والشتاء قادم هذا كله يحصل قبل الشتاء فماذا سيحصل لأوروبا عندما تتوقف إمدادات الغاز الأمريكية؟ هناك دعوات من أعضاء في الكونغرس ومجلس الشيوخ لتخفيض صادرات الغاز المسال إلى أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الغاز في أمريكا أسعار الغاز ارتفعت من دولارين إلى تسع دولارات والمستهلك الأمريكي يشتكي من ذلك ونحن على أبواب انتخابات طبعا هناك أسباب كثيرة ولكن هذا من جزء خطأ أوروبي كبير أن تعتمد على أمريكا وبالتالي عليها أن تذهب إلى المنطقة عليها أن تذهب إلى السعودية وقطر والدول الأخرى وتحاول تنويع الواردات لأن اعتمادها على أمريكا خطر كبير والكثير يتحدث عن ضرورة إحياء العلاقات لربما بين أوروبا وهذه المنطقة انطلاقا من هذا الموضوع موضوع الغاز شكرا جزيلا لك أستاذ أنس الحجي على المشاركة الخبر الدولي في شؤون طاقة حدثتنا من مدينة دالاس بولاية تكساس والشكر موصول لضيفي من باريس الخبير في الشؤون السياسية والأمنية دكتور بير بيرتولو شكرا للمشاهدة